يانك ويكارو فريرة وانتقالوا للفريق الأحمر النادي الأهلي الكلام ده حقيقي ولا مش حقيقي علشان تولي الخلافة مكان البرتغالي ريكاردو سوارش أقولك ان الكلام ده مش حقيقي ولما راحوا سألوا يانك قالوهم ان لا يوجد اي مفاوضات برمة بين النادي الأهلي وقولك ان ما فيش ولا تصريح لحد الوقتي الحالي برغم الأداء السيء يدل على ان ريكاردو سوارش ممكن يمشي على بداية الموسم ولا اي حد تتكلم في الموضوع ده كله على الاطلاق رأيك في التعليقات هل ريكاردو سوارش يصلح للنادي الأهلي ام لا